نعم المؤذي جدا ان انت تيجي على واحد لا يملك سوى الكلمة لا يملك سوى رأيه ليقوله في بلده ثم تقوم ايضا باعتقاله وتحريض الاذناب والاذياء علشان يعملوا محاضر ضده ثم تعتقلوا على رؤوس الاشهاد اليوم واحدة من الجلسات اللي شادتها محاكم مصر هي واحدة من الجلسات اللي حتدول ايضا في تاريخ المؤسسة القضائية المصرية اليوم الناشر والحقوقي والسياسي والاعلامي الوطن يشام قاسم حضر الى المحكمة في اولى جلساته النهاردة التي عرضة في عرضة محبوسا في المحكمة الغريب بقى له استاذ شام قاسم لما عرض النهاردة على هيئة المحكمة الموقرة اولا الرجل كان مضرب عن الطعام وراجل اكد ايضا وهيئة الدفاع عنه انه لم يجلس على كرسي مطلقا طوال فترة الفاتس والراجل نايم على الارض والراجل لم تعطى له اي حقوق من حقوق من حقوق حتى السجين راملون ليس سجين او المحبوس احتياطية شوفوا النهاردة ناصر امين بيتكلم ان الراجل جاي المحكمة مضرب عن الطعام والراجل يبدو على هيئته ويبدو على شكله الاجهاد واضح جدا التعب واضح جدا لم يسمح له بالزيارة لم يسمح له ايضا المش فاهم النهاردة المحكمة اللي دعوى سبق قصف يكون برضو موضوع زجاج يمنع المتام ان هو حتى يقدر قوله القاضي هو ايه ايه مظلمته محاكمة من المحاكم النهاردة هيئة المؤسفة جدا للرجل تاريخه الطويل كله في كلمة حق كله للدفاع عن بلده وتشهد المنظمة المصرية لحقوق الانسان واحدة من اولى المؤسسات الحقوق في مصر اللي الراجل ده كان على رأسها بهذا الطريق الطويل هشام قاسم اليوم النهاردة بيعبر لنا عن ستين الف متقل في المتقلات زي الامر ممنوع زيارات ممنوع ان ياخد ادنى وابسط حقوقه وهو محتجز لم يلتقي باهله لم يلتقي بمحاميه ثم كان مكان ان يعرض على القاضي هو مضرب عن الطعام فيمدد حبسه للجلسة اللي جايب بعد اسبوع لدعوه سبق قصف فن انا الماثل امامكم حضرتك الماثل احمد عطوان علي بدل القضية خمسين ستين قضية سبق قصف لما كنت صحفي بادخل في المحكمة الجلسة تتأجل اطلع بيتي وارجع تاني كلام ده كان مبارك الان يقدم محبوسا ثم اتأجل القضية ويبقى محبوسا حشان تقسم اي امعان ده اي امعان فيه لأي ناشط سياسي انه تتعامل معاه بكل هذه القسوة والعنت واللدد حتى امام هيئة قضاء ما دي واحدة من الاشياء اللي انا متوقف قدامها كتير اول فترة دي ان المؤسسة القضية للأسف يعني اصابها ما اصاب بعض المؤسسات الاخرى بعد هذا الانقلاب العسكري طبعا حضراتكم نروح نشوف يعني ما قال له استاذ ناصر امين كلام مهم جدا لانه استاذ ناصر امين في البسط بتاعه بيعدد عدم الاشياء بيقولك في عشرين مارس الفين وثلاثة وفي اول يوم للغزو الامريكي للعراق حدثني صاحبي وقال لي انا متابع الكارسة اللي بيعمل لها امريكان في العراق دلوقتي دي جرائم حرب لازم نعمل مظاهرة احتجاجية امام السفارة الامريكية ونسلم السفير خطاب احتجاج من المنظمات المصرية اتفقنا ان انا ابلغ الزمله وهو هيجهز مذكرة الاحتجاج وبالفعل حددنا مع الزمله المعاد والمكان امام السوبر ماركت اللي قدام باب السفارة الامريكية وطلبت من صاحب شعرات اللغة الانجليزية نحطها على لفتات ونرفعها امام باب السفارة بالفعل بعت صاحبي بسرعة جديدة الشعرات وطبعنا الورق وهو كمان طبع عدد اخر من اليفط وتقابلنا هناك في المعاد وكان معنا في المظاهرة ابني فادي كان ساعتها فادي عنده عشر سنين وصاحبي اول ما شاف ابني سلم ويفطة وقال له رفعها فوق الحرس رفقوا ودخلونا وبعد اصرار صاحبي الذي دع على المظاهرة وافقوا على مقابلتنا مقابلتنا للسفير لتسليمه مذكرة الاحتجاج وبالفعل طلع صاحبي وانا معاه وسلمنا السفير مذكرة الاحتجاج وكانت مذكرة عنيفة وشديدت اللهجة كانت دي اول مظاهرة تتعمل امام السفارة الامريكية وقبل ان نعود الى مكاتبنا صاحبي قال لي سلام يا ناصر خد بالك من نفسك قلت له سلام يا شاف الطفل لو نعرف بقى الصورة الطفل في مقدمة الصورة واليفطة تخفي وجهه هو فادي ابني وصاحبي هو هشام اسم الحرية لهشام اسم هو مواقف كتير كتير جدا جدا في القضية الفلسطينية القضية العراقية الاحتلال الامريكي للعراق هشام اسم كان صباق دائما رئيسا لفترة طويلة المنظمة المستلحة والانسان ووضع للأسف البعض من النشطاء السياسيين حاولوا اغتيال هشام اسم مصبقا اغتياله معنوية طبعا مصبقا قبل البلاغات اللي اتعاملت عنه علشان التعاطف الشعبي والتعاطف الانساني مع هشام اسم يبقى ضعيف جدا اتهموه باتهمات شديدة العنف زي التطبيع والعمالة والخيانة لكن هشام اسم عنده القدرة الزهنية والشخصية لاستمرار حربه من اجل الحرية وبالتأكيد هشام اسم ممكن جدا في لحظة من اللحظات حضراتكم تشوفوه نجم تاريخي لواحد من الطائرات السياسية الاساسية في مصر وهو الطيار الليبرالي طبعا بلا شك ذكرات كتيرة اكيد كل الاحرار في مصر يتذكروها لهشام قسم ما في حد يعني اعتقد تعامل مع الرجل عن قرب او عن بعد الا وشعر بقيمته السياسية والحقوقية وقيمته الالمية وجرؤته وشاجعته الوطنية في اعتقادي في اعتقادي الشخصي للم يؤتى احد الجرؤة السياسية في مصر خلال عشر سنوات كما اوتيها هشام قسم ان يقول الاعور انت اعور والفاسد انت مفسد واللي الظالم انت ظالم والمخرب والفاسد انت مفسد وانت مخرب ظل عشر سنوات يشير على ما يحدث في هذا البلد وراي كان يتوقع ربما ان هو ممكن جدا نتعرض لهذا الامر يبقى هشام قسم ايقونة من ايقونات الحرية والداعي للحرية الان الحرية المعتقلة في زنازين وسجون السيسي